حط العدس الاصفر على جسمك ده طلع اختراع وكنز رباني ده عمرك وانتي ما تعرفوهوش معظم الستات ما يعرفوش الموضوع ده ولكن فعلا طلع كنز واختراع راهيب صلى على نبي لأول مرة تشوفوني انا مطبخ مامة سولة اسراء وفتح سكتشن ودي قناتي على يوتيوب ويلا بنا سريعا نشوف هنعمل ايه بالعدس الاصفر اول حاجة كده هتجيبي كبة وهنبدأ نحط فيها 3-4-5 معالق من العدس الاصفر لايك وشير اكتبوا لي في الكومنتات انتو بيتتابعوني من اي بلد او من اي دولة هنطحن كويس جدا لمدة 5 دقايق لحد ما يبقى عامل زي البودر كده وناعم جدا في المرحلة دي بقى هتجيب اي طبق عندك وهنبدأ ننقل العدس المطحوم في الطبق بعد كده هنحط عليه معلقتين من الدقيق وبعد الدقيق هنحط عليه معلقتين من الحليب البودر عايز اقول للك كنز كنز يا بنات كنز يا ستات رهيب يبقى احنا حطينا عدس وحطينا دقيق وكمان حطينا لبن بودر هنخلط بقى كل الكلام ده سوا كويس جدا بعد كده هنجيب بيضة بقى وهنبدأ ان احنا كده ننزل بالبيضة فوق كل المكونات لازم تعملي الوصفة دي بالترتيب كده وبعد كده هنجيب معلقة بقى ونحاول ان احنا نمزج البيضة بكل المكونات احنا عايزين خليط رام ليه كده هتخليطي بقى البيض مع اللبن مع الدقيق مع العدس صلى على النبي لايك وشير اكتبوا لي في كومنتاب تابعوني منين اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان كل ما نازل وصفة جديدة يوصلك اشعار بيها بعد كده هجيب زيت زتون وزيت الزتون اللي نستخدمه هنا لازم يكون بكرة وهستخدم معلقة ونص من زيت الزتون وهبدأ بقى اخلط الكلام ده كله كويس جدا لحد ما نحصل على قوام متجانس كده ومتماسك ويبقى عامل زي حبيبات الرمل طبعا احنا مش عايزين وسايب لازم يبقى متماسك في الوصفة دي بالاخص العدس على الرغم ان هو زي البودر بس بيبقى عامل زي حبيبات الرمل كده مرمل خليتي بقى ده نعايز اقولكو هتدعولي هتدعولي على الوصفة دي هجيبي مية ورد وهتحطي 3-4 معالق من مية الورد ومية الورد اللي تستخدمها لازم تكون مركزة هنخلط بقى كل المكونات دي كويس لمدة دقيقتين بالزبط احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل اختراع وكنز معظم الستات ما يعرفوش الموضوع ده هنخلط بقى كده بالطريقة دي بس كده هنعمل ايه بقى يا سيتي انا عايز اقولك ده كنز كنز كده كنز في عالم الجمال اول حاجة بتفرديه كده على وشك وعلى ايدك وعلى قعوب الرجل بالاخص هتيجي عند رجلك كده وتوزعي خليط ده بيتوزع بصعوبة بس انت هتوزعي كده وتدل كيب ايدك وبعد ما تدل كيب ايدك بيتوزع بقى كده بالسهولة تفرديه على رجلك كلها من اول السابع لحد قعوب رجلك وتلبسي كستين في رجلك الاتنين وتسبيه كده لمدة نص ساعة بالزبط بعد نص ساعة بتبدأي بقى ان انت تفروكي كده ونفس الموضوع طبعا ينفع على وشك هتحطي على وشك كده تفريديه وعلى ايدك وعلى اي منطقة غمقى في جسمك عموما بس الوصفة دي بالاخصة للرجل فزيعة فريديه بقى وبعد نص ساعة تفروكيه لمدة خمس دقيق فارقي كده وبعد كده بتخسلي رجلك بمية دافية والشاور اللي عندك او الصابون انا عايز اقول لكم يا جماعة ده بيخلي الرجل عاملة زي زي يعني رجل الببيهات كده رهيبة بيشيل الجلد الميت بنعمها جدا 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 وبيخليها بيضة جدا وبيخلي كعوب الرجل نعمة بطريقة غير طبيعية تقدر تعملي الموضوع ده في كفوف ايدك وفي وشك ودي النتيجة بعد والله العظيم مش حطى اي حاجة على ايدي دي النتيجة بعد فعلا بيخلي الجسم فاتح جدا الوصفة دي بتفتح من اول مرة كنزة جربوها واشوفكم على خير باذن الله في الفيديو القادم وستر مواليكو